أقر القيادي في حركة حماس باسم نعيم بوجود معارضة للحرب في قطاع غزة وانخفاض شعبية الحركة أشار نعيم إلى أن الدعم الشعبي لحماس في القطاع لا يقل عن 50% ويشمل ذلك أعضاء حماس في قطاع غزة الذين قال أن عددهم يزيد عن 100 ألف وأسرهم وأضاف في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه إذا كانت حماس تحظى بشعبية منخفضة نتيجة الحرب فيجب ترك الأمر للانتخابات التي تسمح للفلسطينيين باختيار ممثليهم قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أن السبيل الوحيد لإعادة الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة هو انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وإنهاء هجماته هناك كما طالبت بضرورة التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه التبادل الرهائن مقابل أسراء فلسطينيين ميدانيا نفذت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل ثمانية جنود إسرائيليين في حادث وصفته بالخطر وغير العدي في غزة يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تصاعده على مناطق القطاع بشن غارة جوية وقصف مدفعي على مددة رفح وسط اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية بالمدينة وفي حيي التفاح والشجاعية قتلت 19 شخصا معظمهم من النساء والأطفال بقصف استهدف منازلهم كما شدت طائرات إسرائيلية غارات عنيفة على مخيم النصرات وسط قطاع غزة ينضم لنا الآن من القدس محرر شؤون الإسرائيلية في سكاينيوس عربية نضال كنعنى نضال أهلا بك معنا بداية دعنا نستفسر منك إن كانت هناك أي تفاصيل أخرى تكشفت حول هذه الحادثة التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالخطرة وغير العادية في غزة وماذا أيضا في آخر التطورات نعم داليا لغاية الآن لا يوجد أي بيان رسمي من إسرائيل حول هذه الحادثة لغاية الآن ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي لم يتطرق لهذه الحادثة ما زالت الرقابة العسكرية تفرط قيودا على النشر فيما يتعلق بهذه الحادثة إلى حين صدور بيان رسمي من ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي وبعد استنفاذ كل الخطوات الرسمية لإعلام أهالي الجنود القتلة بمقتل أبنائهم في القطاع عادة هذا هو المتبع في إسرائيل في مثل هذه الحالات وخاصة أن اليوم هو سبت وبالتالي كل هذه القضايا معلقة إلى حين انتهاء يوم السبت لكن عموما بات من المعروف للجميع في إسرائيل أن هناك حادثة خطيرة في قطاع غزة أدت إلى مقتل الجنود الثمانية على الأقل هذا ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل واستقلق كبير بين الأهالي خاصة وأنه لم تنشر الأسماء لغاية الآن الحديث يدور عن قوة تابعة لوحدة خاصة للهندسة تابعة للجيش الإسرائيلي تم استهدافها داخل مدرعة في منطقة رفح مما أدى إلى مقتل كل من كان يتواجد داخل هذه المدرعة والجيش الإسرائيلي نقل من كان بداخلها إلى المستشفيات الإسرائيلية ربما في محاولة للتعرف على جثث الجنود الإسرائيليين الذين كانوا داخل هذه المدرعة لكن عموما في الفترة الأخيرة هناك ارتفاع في أعداد الجنود الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة بسبب الأوضاع القتالية هناك بسبب مراوحة الجيش مكانه في قطاع غزة وبالتالي هذا الارتفاع في أعداد القتلى يؤدي إلى إضعاف موقف الحكومة الإسرائيلية ويدعم من موقف المعارضين للحرب في قطاع غزة عموما الشارع الإسرائيلي يعاني من حساسية مفرطة لمقتل الجنود الإسرائيليين وبالتالي كل الوقت الحديث عن مقتل المزيد والمزيد من الجنود الإسرائيليين يزيد من قوة التظاهرات المعارضة للحرب في قطاع غزة والداعية لإنهاء هذه الحرب الذهاب إلى اتفاق واللافت أن هذا كان أخيرا موقف الجيش الإسرائيلي الذي عرضه على المستوى السياسي في آخر اجتماع للمجلس الحربي الإسرائيلي تفضل بقى معنا نضال ينضم لنا أيضا الآن من دير البلح مرسلنا محمود عليان محمود أهلا بك معنا في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة وفي ظل ما أقروا أحد قيادي حركة حماس بوجود فعلا معارضة لها وللحرب في قطاع غزة ماذا عن آخر التطورات على الأرض؟ التطورات أيضا من مواقف حماس داليا فيما يتعلق بهذه الحادثة استهداف الجنود الإسرائيليين في غرب رفح واضح بأن هناك استهداف مركب إنجاز القول في هذه العملية التي تقول حماس أنها استهدفت بالبداية جرافة ثم استهدفت قوة تابعة لفرقة الهندسة في مدرعة النمرة التي تقدمت بعد استهداف هذه الجرافة ثم لاحقا تقول حماس الآن أنها أطلقت أحد الصواريخ باتجاه مروحية إسرائيلية واضح بأن التفاصيل التي تريد حماس أيضا أن توصلها عطفا على ما سبق وقالته يوم أمس بخصوص الإعلان عن مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين في مدينة رفح أنها تدفع باتجاه صفقة للتبادل تدفع باتجاه عملية تحرير لا تتم بالطرق العسكرية وبالتالي هي تريد للجيش الإسرائيلي الآن أن يخرج من رفح في المدة التي حددها قبل بعد أسبوعين أم قبل ذلك هذا ما تسعى إليه عموما حركة حماس لأن لها أيضا مآرف اتجاهات أخرى من بينها موضوع السيطرة على المعبر أو إدارة المعبر وكذلك الهيئات التي تتحضر إسرائيل لدراسة توليها زمام الأمور بدلا من السلطات القائمة حاليا لكن بكل الأحوال مصار العمليات على الأرض مازال قائما هناك طفل قتل في منطقة حيات النور شرق مدينة رفح وتمانية من الضحايا تم انتشالهم من مناطق متعددة في المدينة إلى المستشفى الأوروبي وإطلاق النار مرة أخرى في محيط دوار العلم غرب مدينة رفح بعد أن أنهى الجيش الإسرائيلي قبل يومين العمليات في هذه المنطقة تعاود الآن الطائرات المروحية استهدافها بالإضافة إلى الاستهدافات في معظم المحافظات الأخرى منها المحافظة الوسطى ومحافظة غزة التي سجل فيها تسعة عشر قتيلا فلسطينيا في استهداف ثلاث منازل في حياة الشجاعية حياة درج وحياة التفاح أمام كل هذه التطورات والتقلبات الميدانية الأمور الإنسانية مرتبطة تماما بكل هذه التطورات وبالتالي دائما هناك تحذيرات من تردي الوضع الإنساني للنازحين الفلسطينيين شكرا لك مرسلنا محمود عليان كنت معنا من دير البلحة وسط قطاع غزة والشكر موصول أيضا لمحرر الشؤون الإسرائيلية في سكاينيوس عربية نضال كناعنا كنت معنا من القدس